اكد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان جلالة الملك المفدى رسخ دور الصحافة البحرينية واسهاماتها في دعم مسارات التنمية الشاملة بمملكة البحرين وتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الذي تطلع به في طرح وابراز الموضوعات والانجازات الوطنية مثمنا الانفتاح الاعلامي والصحفية الذي تشهده مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى وفي تصريح له بمناسبة الاعلان عن الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الخامسة اشهد معالي رئيس مجلس الشورى بما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام وحرص كبير على استبرار تطور وتقدم العمل الاعلامي والصحفي ودعمه المستمر لان تؤدي الصحف المحلية دورها الوطني المسؤول واعرب معالي عن خالص التهاني والتبركات للفائزين بالجائزة مؤكدا ان فوزهم بالجائزة يمثل تتويجا لعملهم المخلص في مجال الصحافة والاعلام والذي يعكس دور الصحافة البحرينية كشريك فاعل في مسيرة البناء والتنبية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبما يصب في تنفيذ رؤية جلالته الداعمة للعمل الصحفي القائم على حرية الرأي والتعبير الذي ينهض بالوطن الغالي ترجمة نانسي قنقر